اشتركوا في القناة 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 يبقونوا كبار جوج معالق ديول الشوكولات الأسود الخاص بالحلوية جوج معالق قبار عامري ديول السكور يعني السكور كي يبقى على الحسب الدوء والحليب كان نحتاج لها تقريبا نصيترو ديال الحليب كان نخلطوه مزيان نواشيف حتى كانت تخلطين مع بعض زياتها من بعد كان نضيف الحليب يعني ما كان نضيفوش بخطره وحده كان نضيف شوية بشوية وانا كان نخلط حتى ينساجم لي الخالط مزيان وما يبقىوش في حبيبات وانا كان نخلط مزيان حتى ينساجم كان نضيرو فوق النار اللي كانت تكون متوسطة حتى يعقد الخالط مزيان مزيان ومن بعد ما كان نتعقد فوق النار كان نخرجها وكان نحطها على جنب وهي سخونة وانا كان نضيف لها واحد الملعقة وكان نضيفها وكان نضيفها على جنب حتى كان حتى يوجد لي الخالط الأول ديال كيك اللي سبق ودخل طول الفرن يعني كيتب ما كان نخليش يتحمر بززاف يعني كان نخليه يتحمر هير شوية كما تشوفوا أول خالط بعد ما خرجتوا من اللفور كما سبق وذكرت لكم خلطوا التحمر غير شوية ماشي بززاف نضيف عليها الكيمية ديال اللاكخين نوضعها على الوجه متساوية دائما بمساعدة الاسباتيول نوضعها كاملة من الجوانب من البسط يعني تكون طبقة متساوية ومن بعد ما كنوضعها على الوجه هكا نخليها تقريبا واحد خمس خمسة العشر دقائق حتى كت الكريمة كتشد رسها مزيان وان شاء الله من بعد ما كتشد رسها مزيان وكتنشف الكريمة كنجيبوا الخالط الأول لشاطلي ملكي ونضيفه كطبقة ثالثة ونفق العجيب ومبعد ما كنضيفه فوق منها الخالط كنسرحه فوق الوجه ديالها ونقوم معي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتفاح اللي كنت تعطوهم الى صوات صغر العنب الابيض لوز ايفيلي وانا شاطولي تقريبا واحد جوج معالقة من الخالط لكريمة وشوكولات اللي ادرتم في واحد الصشي واخليتم كتبقى آخرة لتزيين كما كتشوفوك نزيينها بالعنب يعني تقدروا تسيينها بالاسواد الأبيض انا كنمتوفر عندي العنب الابيض وتزين دائما كيبقى على حسب الدوق اي حاجة تقدروا تزينوا بها ومن بعد كن ندير قطاع ديال الكفح اللي قطعتهم قطاع صغيرة ويمكن زينها عشوائيا من بعد كن نضيف اللوز ايفيلي وكذلك تقدروا زينها بكوكم هرمش لوز قصي يعني اي حاجة تقدروا تزينوا بها ومن بعد كن ناخد ديال الكفح اللي شطلي اسبق ودرتها في واحد ميكا صغيرة وكن نبقى نزينها نبقى نضعك نوقات وكار شرائت ومن بعد ما كان سليت الزين ديالي كيما كتشوفو كندخل هالفوف ديجا هو سخون على درجة حرارة ما بين 150-180 يعني لما كتت تقريبا واحد عشرة تل 15 دقيقة لي كتتاخد في الفور كنخرجها من الفور كنزولها من المول ومن بعد كندهليها الوجه ديالا باي حاجة نباج او كنفيتير انا من بعد المطابط ديهن تهب كنفيتير ديالا مش ماش صارحة ركت جي رائعة رائعة لفي الشكل ولا في الماضاق انا تمنا منكم تجربوها ولكنتو اول مرة كتتدخلوا لقناة ديالي ما تبخلوش عليا بلي زابوني ولي لايك ديالكم وبختجو الوصفة مع احبابكم وصحابكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة